بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشراف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضيع مقترحة في الرياضيات في الهندسة الفضائية لبكالوريا 2017 رقم 12 أنصح بشعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي لأنه تمرين رائع حيث قال في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجنس OGK قال نعتبر نقطة A ذات الإحداثية 1-2-3-B213-C2-2-0 السؤال الأول قال بيّن أن النقطة A, B و C تعين مستويا 2 قال بيّن أن X زائد Y ناقص Z يساوي 0 هي معادلة دي كارتية للمستوي A, B, C قال ثالثا لتكون نقطة D ذات إحداثية 2-0-2 و E ناقص 4-6-2 نقطة ثانية من الفضاء قال أكتب تمثيلا وسطيا للمستقيم D, E رابعا لتكون S مجموعة النقط M, X, Y, Z من الفضاء حيث عندنا X مربع زائد Y مربع زائد Z مربع ناقص 2X ناقص 2Y ناقص 8Z زائد 14 يساوي 0 ألف قال بيّن أن S هي سطح كرة يطلب تعيين مركزها أوميغا و نسف قطرها R قال بيّن أن المستقيم D, E هو مماس لسطح الكرة S جيم قال بيّن أن المستوي A, B, C يقطع S وفق دائرة يطلب تعيين نسف قطرها R إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل ناتي أبناء الإجابة على سؤال الأول قال بيّن أن النقط A, B و C تعين مستويا إذن نكتب هنا العنوان البرهان أن النقطة A, B و C ماذا تعين؟ تعين مستويا ركزوا جيدا إذا جئنا أبنائي لاحظوا ها هو إذن حيث نركز هكذا في رأيكم متى تعين نقاط ثلاثة مستويا أكيد إذا كانت النقاط ليست على استقامية إذا جاءت النقطة A هنا والنقطة B هنا والنقطة C هنا إذا كان هذا الشعاع A, B غير مرتبط خطيا مع الشعاع A, C أما إذا كانت النقاط هكذا على استقامية هل تشكلنا مستوي مستحيل؟ إنها تشكلنا مستقيم إذا كانت النقطة هنا A وهنا B وهنا C هذه إذا كانت على استقامية تشكل أنه مستقيم ليس مستوي إذن نقول هناك قاعدة نقول حتى تكون أو تعين إذن نقول حتى إذن نركزوا جيدا إذن نقول حتى تعين النقطة من A و B و C مستويا يجب أن تكون ماذا؟ ليست على استقامية أو على استقامات وحدة أي ماذا؟ أي أشععين A B يكون لا يساوي K في A C يعني الأشعع هذا الشعاع A, B لا يكون مرتبطا مع الشعاع A, C إذن هنا مطالبون بحساب مركبة A, B و A, C إذن نقول A, B هكذا إحداثيات ال B ها هي أمامكم وهي 2, 1, 3 ناقص إحداثيات ال A وهي 1, 2, 3 سوف نشرح كل شيء بالتفصيل حتى يفهم الجميع تصبح هنا هنا 1 و ناقص 1 و 0 هذا A, B نأتي الآن إلى A, C كذلك النهاية ناقص البداية إحداثيات 1 والناقص 4 و 3 إذا قسمت يا أبناء ال 1 على ال 1 ماذا يعطي النتيجة؟ أكيد تعطي لنا هنا 1 إذا وضعت فرط أن هذا 1 هو ثابت فلاحظوا فنقول 1 في 1 يساوي 1 حقق ناقص 1 في 1 كم يعطي ناقص 1 وهنا ناقص 4 هل معنى هذا يحقق؟ إذن نقول عندنا 1 على 1 لا يساوي ماذا؟ لا يساوي ناقص 1 على ناقص 4 إذن بما أن هذه نفيت أنه لا يوجد كا و 1 نقول و منه لا يوجد كا و 1 أي ماذا أبنائي؟ أي أن A, B لا يساوي كا في A, C حتى نفهم جيدا هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الشعاء غير مرتبطة خطية نقول و منه ماذا؟ و منه النقط من هي النقط A و B و C ماذا؟ تعين مستويا في الفضاء حتى نفهم جيدا إذن لما يعطي لنا ثلاث نقاط ويقول برهن أنها تعين مستوي أولا نبحث أن الارتباط الخطي يكون غير موجود بين الشعين A, B و A, C إذن نقاط تعين مستوي لأنها ليست في استقامية بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال آخر قال بين أن X زائد Y ناقص Z يساوي أن صفر هي معادلة دي كارتية المستوي A, B, C إذن نكتب هنا عنوان البرهان أن ماذا؟ أن X زائد Y ناقص Z يساوي صفر معادلة دي كارتية لمن؟ للمستوي لاحظوا جيدا للمستوي الذي هنا سوف نبعد هذه من طريق المستوي ماذا؟ A, B, C لاحظوا وانتبهوا أولا ماذا نقول نقول النقط A, B, C قلنا أنها تعين مستويا يبقى هل هذه المعادلة هي معادلة لهذا المستوي A, B, C إذن نقول يكفي يكفي أن نعوذ ماذا؟ نعوذ إحداثيات من؟ النقط A, B, C في المعادلة فماذا؟ فتحققها هذا هو الأمر فقط إذن نكتبها بخط أوضح فتحق وهكذا ما علينا أبنائي إلا أن نأتي به هذه المعادلة ونضع إحداثية كل واحدة يجب علينا أن نجد كلهم يحققوا إذن نأتي بهذه نعوذ هنا وهذه هنا وهذه هنا فماذا ينتج؟ أن 1 زائد 2 ناقص 3 يساوي السفر هذا الأمر حقا ثم نأتي الآن كذلك بنفس الخطة نعوذ هذه هنا وهذه هنا وهذه هنا فماذا ينتج؟ 2 زائد 1 ناقص 3 يساوي السفر حقا ثم نأتي كذلك بنفس الخطة إذن هذا نعوذ هنا وهذا هنا وهذا هنا يعني هذا نقص به 2 تصبح هناك كم؟ 2 ناقص 2 زائد 0 ويساوي السفر نقول ومنه إحداثيات النقط حققت ماذا؟ حققت المعادلة ومنه ماذا؟ ومنه المعادلة من؟ X زائد Y ناقص Z يساوي السفر هي معادلة دي كارتية لمن؟ للمستوي الذي اسمه A B C فقط هكذا إذن لماذا؟ أول النقط تعين مستوي إحداثيها هذه إحداثيات حققت لنا المعادلة هذا ما يدل على أن هذه هي بنفسها معادلة هذا المستوي A B C فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبناء جاء السؤال الآخر قال لتكن D ذات إحداثية 2 0 2 و ذات إحداثية ناقص 4 6 2 قال نقطة ثاني من الفضاء قال أكتب تمثيلا وسطي لمستقيم D إذن نكتب هنا تمثيل وسطي لمن للمستقيم من هو المستقيم D أ لاحظوا جيدا إذا كانت عندنا نقطتان مكونة لمستقيم فإن النقطتان كذلك تشكل شعاع التوجيه لهذا المستقيم اسمعوا جيدا عندنا هكذا إنه D ماذا وعندنا أ فيكون هذا بنفسه D هذا بنفسه شعاع توجيه لهذا المستقيم إذن نقول هكذا أركز جيدا نقول لتكن من لتكن آم إحداثيها X Y Z نقطة من الفضاء حيث ماذا حيث ماذا تحقق ها هي عندنا هذه النقطة إذا سمينا هنا آم فإنها هذا الشعاع D آم يكون مرتبط خطيا مع D أي ماذا أي أن D آم يكون يساوي T في D حيث هذا T هو وسيط حقيقي هذا يسمى التمثيل الوسيط نسبة إلى T فتصبح هنا هكذا X ناقص X D ها هي X D لاحظوا هنا ناقص 2 و Y ناقص 0 و Z ناقص 2 هكذا هذه مركبة D آم تساوي T في مركبات D D يعني النهاية ناقص البداية هذا ناقص هذا كم نصبح لنا ناقص 6 عفوا إذن ناقص 6 ثم هذا ناقص هذا هنا 6 وهذا ناقص هذا إنه الصفر هكذا بعدها ماذا ينتج أبنائي ينتج لنا أنه تصبح لنا هكذا إذن أعطي هنا D تصبح لنا X يساوي و Y يساوي وزادي يساوي هذا في هذا كم ناقص 6 وهذا ننقله إلى الطرف الآخر يصبح لنا زائد 2 ثم هذا في هذا كم تصبح لنا زائد هنا 6 وهذا الصفر لا داعي إذن نقلناه هنا تبقى صفر ثم عندنا هذا في هذا كم T في صفر إنه صفر وهذا ننقله إلى هنا فيصبح لنا زائد 2 لحظتم مع قنة T وسيط حقيقي هنا قلت T في صفر تصبح لنا صفر وهذا ننقله إلى الطرف الآخر صبح لنا زائد 2 هذا هو ماذا يمثل هذا هو التمثيل الوسيط لهذا المستقيم الذي نسميه ماذا نسميه D إذن إسمعوا لما يعطى لكم مستقيم مكون من نقطتين معلومتين فإن النقطتين معلومتين شعاعهما هو المشكل بينهما هو شعاع التوجيه لهذا المستقيم فقط بعدما أنهينا مع هذا سؤال نأتي الآن إلى رابعا قال لتكن S مجموعة النقط M X Y Z من الفضاء حيث وعطيت لنا معدل X مربع Z مربع Z مربع ناقص 2 X ناقص 2 Y Z ز 14 0 قال بين أن S هي سطحة كرة يطلب تعيين مركزها ونسف قطرها R إذن نكتب هنا البرهان أن ماذا أن S هي ماذا هي سطح كرة يطلب الآن تعيين أكيد مركزها ونسف القطر لاحظوا كما تعلمون أبنائي أن معدلة سطح الكرة قانونيا هي X ناقص X أوميغا الكل مربع زائد Y ناقص Y أوميغا الكل مربع زائد Z ناقص Z أوميغا الكل مربع تسوي لنا R مربع حيث هذه وهذه وهذه ماذا يمثل يمثل لنا مركزها وهذا R يمثل نسب قطرها الآن أبنائي هنا يمكن أن عندنا القانون العام الذي يسمى المميز K كما يمكن كذلك أن نستعمل هنا الجداء الشهيرة لاحظوا وانتبهوا معناه هنا يمكن أن نستعمل كل مرة نطبق حالة تتعلم جميعا لاحظوا هنا تصبح هنا هكذا X مربع ثم نرتب هذا معه نأتي به أمام أخيه به ناقص 2X ركز جيدا زائد Y هكذا مربع ناقص 2Y ثم زائد Z مربع كم ناقص 8 Z ثم عندنا زائد 14 يساوي 0 أترك الفراغات لماذا ما رأيكم هذه أحولها على شكل جداءات شهيرة ما رأيكم أبنائي لو نضيف زائد 1 وننقص 1 هنا ونضيف زائد 1 وننقص 1 هنا ونضيف هنا زائد 16 وننقص 16 إتمام مربعات كيف ذلك لاحظوا أليس هذا يا أبنائي إنه المتطابق الشهيرة X ناقص 1 لكل عندنا ناقص 1 لا ألمسه هذا ثم عندنا كذلك هذا إتمام مربعات هذا كم سبحانا زائد Y ناقص 1 الكل مربع ويبقى لنا هذا لوحده دقيقوا أرجوكم حتى تعلموا هذه الطريقة ناقص 1 ثم عندنا كذلك هذا أليس هو زائد ناقص 4 الكل مربع نعم زائد زائد ناقص 4 الكل مربع الذي هو هذا ها هو تبقى لنا ماذا تبقى لنا ناقص 16 وعندنا زائد 14 لا نلمسه نتركه كما يساوي السفر أريد أن أكتبها على هذا الشكل إذا كتبتها على ذا الشكل فأصبح لنا هي 6 كرة الآن ماذا ينتج لنا X ناقص 1 الكل مربع زائد Y ناقص 1 الكل مربع زائد Z زائد ناقص 1 زائد 4 الكل مربع أما ما يبقى لنا هو ماذا ناقص 16 مع ناقص 1 مع ناقص 1 كم تصبح لنا ناقص 18 زائد 14 يساوي السفر الآن تصبح لنا هكذا X ناقص 1 الكل مربع زائد Y ناقص 1 الكل مربع زائد Z ناقص 4 الكل مربع وهذا كم يعطي ناقص 4 ننقله إلى الطرف الآخر لهو 4 وهو 2 مربع هل الآن كتبت هذه العبارة كما طالبنا أن تكتب أم لا لاحظوا وانتبهوا معي أرجوكم نقطة نقطة إذن ها هي سوف أنسخوا الكتاب أمامكم ودققوا وانظروا بأمعينكم هل كتبناها على القاعدة ها هي أمامكم انظروا كم يساوي يساوي إثنان الآن عندنا هذا يوافق هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا لاحظتم نقول ومنه هكذا ركزوا أرجوكم نقطة نقطة إذن ماذا نقول نقول ومنه عندنا إثنان مربع قيمة مجابة ممن هذه قيمة مجابة ممن نقول وأي أي آس هي ماذا هي سطح كرة نصف قطرها نصف قطرها R ماذا يساوي ها هو أمامكم كان إنه إثنان ومركزها أوميغا ما هو إذن أين ينعدم هذا التربية ينعدم عند واحد وهذا أين ينعدم عند كذلك عند واحد وهذا أين ينعدم ينعدم عند أربعة هذه هي الطريقة يسمى إتمام المربعات كما يوجد لنا طريقة أخرى التي كنا كذلك نعرفها وهي قاعدة المميز كيف ذلك لاحظوا إذا جئنا بهذه نحن نعلم ماذا تقول القاعدة إذا كانت عند معادلة مكتوب من شكل X مربع زائد Y مربع زائد Z مربع زائد A X زائد B Y زائد C Z زائد D يساوي السفر تقول القاعدة سوف نحسب المميز K الذي يساوي لنا هكذا A مربع زائد B مربع زائد C مربع على أربعة ناقص D إذا كان هذه القمة مجابة ثمان فإنها سطح كرة التي يصبح L لديها هو جذرة K ومركزها هو ماذا هو ناقص A على 2 وناقص B على 2 وناقص C على 2 هذه قاعدة كذلك أظن أنتم تحبون هذه لأنها بسيطة جدا تعالوا الآن إذا جئنا إلى A ها هو A وها هو B وها هو C وها هو D تعالوا نحسب هذه K يساوي A مربع إذن ها هو A تصبح لنا 4 زائد B مربع ها هو كم زائد 4 لأن ناقص 2 مربع زائد ناقص 8 مربع 64 على 4 هكذا ناقص 14 لم أفعل شيء تصبح لنا K يساوي كم 8 72 و 70 على 4 ناقص ماذا ناقص 14 تصبح 18 ناقص 14 تصبح 4 إنها قيمة مجاب نقول ومنه ماذا S سطح كرة تقول قاعدة لما نحسب هذا القانون هذا إذا وجدناه مجاب تماما سطح كرة إذا وجدناه سالب تماما هذه مجموعة خالية إذا وجدناه صفر فإنها نقطة ذات الإحداثية هي هذه هكذا حتى تتفهم القاعدة إذا نقول ومنه S سطح كرة سطح كرة مركزها أولا نأتي إلى نقول نصف قطرها نصف قطرها ما هو إذا نصف قطرها R يسوينا جذر K ويسوينا جذر أربعة اللي هو إثنان ومركزها نطبق عليه هذا القانون إنها عندنا هذه نقسمها على إثنان كم نقسم على إثنان هي واحد ونعكس الإشارة انظروا ها هي كيف نطبق نقول ناقص في ناقص إثنان هكذا هذا في هذا وهذا في هذا يعطيكم كم واحد إذن واحد وهذا كذلك ماذا يعطي لنا يعطي لنا واحد وهذا كذلك نفس القاعدة نعطينا أربعة فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائنا نأتي الآن إلى سؤال آخر مهم قال بين أن المستقيم D هو ممس لسطح الكرة S لاحظوا وانتبهوا إذا جئنا وهنا وقمنا برسم شكل هكذا بسيط إذا قلنا هذه هي ماذا هي سطح الكرة هذه للتمثيل فقط إذن هنا إذا قلنا هي أوميغا هذه S وقال عندنا مستقيم D قال أثبت أنه ممس يعني يمس سطح الكرة في نقطة وحيدة كيف ذلك إذن نكتب هنا أولا البرهان أن المستقيم D ممس لمن لسطح الكرة التي اسمه S ركزوا جيدا هنا ما علينا إلا حل معادلة وسوف نجد T واحد لا نجد إثنان T لو قال يقطع وفي نقطة لو جدنا مرتان T واحد وتي إذن كيف ذلك اسمعوا جيدا نقول لتكن من لتكن عاش إحداثيها ماذا X سفر و Y سفر و Z سفر نقطة ماذا نقطة تم إذن نكتب هكذا تم من S و D يعني هذه إذا سمينها H هذه النقطة كيف الآن تتم العملية فإن H هذه ماذا تكون H تنتمي إلى D A إذا كانت تنتمي إلى D ماذا يعني أي هنا تحقق لنا هذا التمثيل الوسيطي هذا هو المعروف دقيق أرجوكم إذن تصبح لنا هنا X سفر وهنا Y سفر وهنا Z سفر معنا تحقق وعندنا كذلك أن H تكون تنتمي إلى S هذا ماذا يعني يعني أنها تحقق معادلتها كذلك يعني تصبح لنا هنا X وهنا Z ما علينا مثل ما نجد نقطة تقاطع مستوي ومستقيم هذه أبناء نأتي بها ونضعها هنا وهذه نأتي بها ونضعها هنا وهذه نأتي بها ونضع هنا ونحل معادلة تصبح لنا معادلة ذات المجهول في لاحظوا وانتبهوا ماذا تصبح لنا إذا أتينا قلنا بهذه القيمة أولا وعوضناها هنا فماذا ينتج تصبح لكم هكذا ناقص ستة زائد اثنان ناقص واحد هذه عوضتها هنا أما الناقص واحد هذا فيبقى يتبع الكل مربع زائد Y0 معناها نأتي بهذه القيمة نضعها هنا تصبح لنا ستة ناقص واحد الكل مربع زائد زائد كم اثنان وعوضه هنا تصبح لنا اثنان ناقص اربعة يساوينا كم يساوينا اربعة الآن نحل هذه مواعدة تصبح لنا ناقص ستة زائد واحد الكل مربع زائد ستة ناقص واحد هكذا الكل مربع ناقص هذا هنا لا ننسى التربيع نسيناه تصبح لنا ناقص اثنان الكل مربع اللي هي كم اربعة تصبح لنا كم اربعة هذا هو المعروف ما علينا الآن إلا ماذا إلا أن نكمل عملية النش إنها المتطابقة الشهير لقم اثنان سألعينا ستة وثلاثون تي مربع ناقص ضعف الجداء اللي هي ناقص اثنى عشر تي زائد مربع الثاني نفس الشيء ثم عندنا تي ستة ستة وثلاثون تي مربع ناقص ضعف الجداء اللي هو ناقص اثنى عشر تي زائد مربع الثاني زائد عندنا هذا مع هذا سوف يذهب لأن هذا إذا نقلنا الاربعة نقلنا إلى تصبح ناقص اربعة فليذهب فماذا يحدث تصبح لنا هذه مع هذه كم تصبح لنا اثنان وسبعون تي مربع وعندنا هذا مع هذا تصبح لنا ناقص اربعة وعشرون تي ثم ماذا ينتج عندنا هذا وهذا زائد ماذا زائد اثنان يساوي الصفر يمكن كذلك أن نقسم هذه المعدلة على اثنان لأن لا نحتاج إذن هنا على اثنان وهنا على اثنان وهنا على اثنان فماذا ينتج تصبح لنا أكيد لاحظوا جيدا أبناء يتصبح لنا ستة وثلاثون تي مربعة ثم ناقص اثنى عشر تي ثم زائد واحد يساوي الصفر ركزوا هنا أرجوكم سوف هنا مطالبون بهساب ما نسميه المميز إذن ها هو لاحظوا انتبهوا إذن المميز الذي هو دالتا يساوي بي مربع ناقص اربعة في افي سي البي هو هذا مربع يعني مئة واربعة واربعون ناقص اربعة في ماذا في ستة وثلاثون في واحد وتصبح لنا مئة واربعة واربعون في ناقص عفوا ناقص مئة واربعة واربعون ويساوي الصفر للمعادلة بما أن المميز هنا معدوم للمعادلة حلا مضاعفا لهو تي صفر يساوي ناقص بي على اثنان ويساوي اثنان ناقص اثنى عشر مع هذا الناقص بحين اثنى عشر على ناقص بي على اثنان ا على هذه اللي هي كم اللي هي اثنان وسبعون تصبح كذا لا مفعل شيء يمكن الآن أن تصوي اثنى عشر على ماذا على ستة في اثنى عشر تصبح هذا يذهب مع هذا بحين واحد على ستة اثن تي صفر كم يساوي يساوي واحد على ستة بما أن وجدنا قلت في الاول تذكر قلت حتى يكون تأماس نجد لهذه المعادلة حل لا نجد حل اذا نقول ثم بعدها سوف ركز جيد ارجوكم اذا سوف نترك لإيجاد تلك النقطة نقول ومنه ماذا ومنه د يمس ماذا يمس اس لو وجدنا المميز هنا اكبر من الصفر اكبر من الصفر لقلنا يوجد تي واحد وتي اثنان معناه يصبح سطح الكرة مع المستقيم يتقاطع عنف نقطتين لو وجدنا المميز هذا سالب فانه بعيد عليها كل البعد بما ان وجدناه يساوي النصف يكون يمس ها الان نقول و نقطة تماس هما هي اش قلنا نعوذ هنا بماذا بواحد على ستة وهنا بواحد على ستة ونلاحظ ركزوا جيدا لم افعل شي تصبح لكم تساوي ماذا هذا يذهب مع هذا ماذا تصبح تصبح لنا ناقص واحد زائد كم زائد اثنان وتساوي لنا واحد اذن النقطة واحد ثم هذا يذهب مع هذا كم تصبح تصبح لنا كذلك واحد وزاد ثابت اذن واثنان هذه هي النقطة تماس هذه سطح الكرة والمستقيم لم افعل شيء يقول احدكم لم افهم اتينا بهذه تي عوذناها هنا وهنا فوجدنا اكس صفر واغر وزاد سفر نقطة هاية ثابت مباشرة انها اثنان ذلك هي نقطة تماس هما فقط بعدما انهينا مع هذا سؤال نأتي الان الى السؤال الاخير قال بين ان المستوي ABC يقطع S وفق دائرة يطلب تعيين نسخ قطرها R نحن اذا قلنا هذه هي S سطح الكرة ذات المركز لاحظوا ذات المركز أميغا لاحظوا انتبهوا عندنا قال عندنا المستوي هذا الذي اسمه ABC اذا قلنا عليه هذا يا ابنائي دقيقوا ارجوكم بالتمثيل اذا هذا هو ذلك المستوي اذا سميناه ABC اذا هكذا اوضح ABC قال برهن انه يتقاطع مع سطح الكرة في هذه الدائرة التي اريكم يا ها هي يا ابنائي ها هي قال نريد منها ماذا نريد معرفة نس قطرها معناه هذا R سوف اكتبه بالاسود حتى يظهر جليا هذا R اولا لمعرفة اذا نكتب هنا البرهن ان المستوي ABC يقطع ماذا يقطع S في ماذا وفق دائرة اذا سمينا هذه الدائرة هي C هذه الدائرة لاحظوا انتبهوا معنا اولا نقول لكي لكي يتحقق ذلك يجب ان نحسب D ل النقطة بعد النقطة على المستوي ABC نجدها اقل من نصف القطر اذا وجدنا ونصف القطر نحن نعلمه ان ها هو نصف القطر هذه سطح الكرة ها هو يا ابناء كم وجدنا انه هو R لهو اربعة اذا عندنا R لا عفوا هو اثنان اعتذر ركز اذا قلت هو اثنان ليس اربعة نعتذر هذا الامر كيف ننطلق تصبح لنا D ل اوميغا وبين اوميغا والمستوي ABC تساين بالقانون العام هو هذا هنا القيمة المطلقة وفي هنا طاولة شعار نظيم اذا اولا تصبح لنا هذا في هذا كم في معامل X اذا واحد في واحد زائد هذا في معامل Y وهو واحد في واحد زائد هذا في هذا وهو كم ناقص اربعة على هذا واحد وهنا واحد وهنا ناقص واحد اذا تصبح لنا هذا مربع زائد الذي مضروف في Y مربع زائد الذي مضروف في Z مربع يقول احدكم لك في Z ناقص واحد ولما بين اوميغا و ا ب سي كم تساوي هنا تعطينا ناقص اثنان بالقيمة المطلقة كم تصبح تصبح لنا اثنان على ماذا على جذر عفوا قلت على جذر ثلاثة وهذه بطبعها اقل من اثنان ها هو القانون نقول ومنه ماذا ا ب سي يقطع ماذا يقطع اس وفقا دائرة مركزها الان كيف نستخرج دائما هذه القاعدة احفظوها بنظرية فتاورس هذا هكذا وعندنا هكذا ماذا تقول القاعدة ارجوكم انتبهوا لهذا الامر لانه جد بسيط لكن يحتاج الى النوع من التركيز فقط اذا عندنا هذا المثلث اكيد هذا المثلث قائم هنا فماذا تقول القاعدة الذي حسبنا هي هذه هي دي هذه هي بعد النقطة هذه اوميغا على هذا المستوي الاحمر اسمها دي وهذا ار فقلنا وهذا ماذا يمثل وهذا ار صغير فحسب مبارات بما اننا نصبح ان هذا مربع وهو ار كبير مربع يسوينا ماذا يسوي ان هذا مربع وهو ار صغير مربع زائد هذا مربع وهو دي ما بين اوميغا وا ا بي سي هكذا الكل مربع تصبح لنا ومنه نحن نبحث عن ماذا عن هذا لكن ليس بالتربيع اذا فماذا ينتج ينتج لنا هكذا وانتبهوا ارجوكم ماذا ينتج ينتج ان هذا نقوله الى هنا نصبح ار مربع يسوينا ار كبير ناقص دي مربع لبين اوميغا و ا بي سي لم افعل شيء لكن نحن لا نبحث عن التربيع فننزع من هنا التربيع ونضع رمز الجذر هكذا ركزوا معي بعدها ما علينا الا ان نأتي وننطلق في العمل تصبح لنا ار قلنا ماذا تسوينا تسوينا هكذا تسوينا ار كبير ناقص دي ما بين اوميغا و ا بي سي مربع فتصبح لنا ار يسوينا نحن نملك يا ابني ان ار الكبير يسوينا اثنان وهذه المسافة وجدناها اثنان على جذر ثلاثة يقول احدكم اين هذا الكلام ها هي هذا الكلام اذا فماذا ينتج ينتج لنا انه تصبح لنا هذا مربع كم تصبح لنا اربع ناقص هذا مربع هذا لما نربع اثنان يصبح لنا اربع وجذر الثلاثة يصبح لنا ثلاثة هكذا لم افعل شيء تصبح لنا ار يسوينا نوحد هنا المقام ثلاثة وهنا صبح لنا كم اثنى عشر اثنى عشر ناقص اربع إنها ثمانية على ثلاثة تحت الجذر إنها ويمكن أن نقوم بأربعة الثمانية ما هي؟ الثمانية هي أربعة في إثنان على ثلاثة هذا له الحق أن يخرج الأربعة يخرج لنا ب تميحنا آر تميحنا إثنان الجذر إثنان عفوا إثنان هكذا على الجذر إثنان على ثلاثة هذا الذي خرج فقط هذه هو نصف إذن نقول كل هو نصف قطرة الدائرة الناتجة عن تقاطعهما فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الآيزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على الرحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته